إلى ذلك دعت مصر إلى وضع حد لسياسة قطر داعم للإرهاب وذلك خلال جلسة صوت خلالها مجلس الأمن بالإجماع لصالح فرض عقوبات على ثمانية أشخاص وجهات مرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة وخلال الجلسة أشار المندوب المصري إيهاب مصطفى إلى سياسات النظام الحاكم في قطر المستمرة في دعم الإرهاب دون خشية من المحاسبة وتجاهل قرارات مجلس الأمن وشدد المندوب المصري على أنه ليس من المقبول أنه في الوقت الذي يقوم به مجلس الأمن باعتماد قرارات تبني الإطار القانوني والعملي لمكافحة الإرهاب تضرب بعض الأنظمة هذا الإطار بمعول الهدم عبر انتهاكاتها المستمرة لقرارات المجلس بشكل علني يصل إلى حد الوقاحة وأضاف أن النظام الحاكم في قطر يتبنى سياسة دعم الإرهاب بتمويله وإمداده بالسلاح وتوفير الملاذ الآمن له والتحريض سواء كان ذلك في ليبيا أو سوريا أو في العراق أو في دول أخرى فليس من المعقول أو المقبول أنه في الوقت الذي يقوم فيه مجلس الأمن باعتماد قرارات تبني الإطار القانوني والعملياتي لمكافحة الإرهاب أننا نجد أن الأنظمة الحاكمة لحفنة من الدولي تضرب هذا الإطار بمعاول الهدم وذلك بانتهاكاتها المستمرة لقرارات المجلس بشكل علني يصل إلى حد الوقاحة ودون أي تخشية من المحاسبة وذلك باستمرارها في تمويل الإرهاب وإمداده بالسلاح وتوفير الملاذ الآمن له وهو الأمر الذي يتجسد على سبيل المثال وليس الحصر في تبني النظام الحاكم في قطر لسياسة دعم الإرهاب بتمويله وإمداده بالسلاح وبتوفير الملاذ الآمن وبالتحريد وسواء كان ذلك في ليبيا أو في سوريا أو في العراق أو في دول أخرى ترجمة نانسي قنقر